السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عامليني ان شاء الله تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نلغي كل الاعلانات المزعجة اللي موجودة عندنا على الموبايل اللي بتخنق ناس كتير جدا في الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تلغي كل الاعلانات دي وتخلي الموبايل بتاعك فرش كده من غير ما يهنج ومن غير ما يجي لك اشعار كل شوية ومن غير ما تجي تتصفح اي موقع او اي حاجة على الموبايل بتاعك يجي لك اعلان ويتتدايق من الاعلانات الكتيرة دي والاعلانات دي بتسبب بطء الجهاز بتاعك فعشان كده انا عملت لك الفيديو ده عشان خاطر تقدر تتخلص من كل الاعلانات المزعجة دي ولكن ياريت في بداية الفيديو ياريت تركز معي قوي هنشرح الطريقة في وقت قصير عشان ما ضيعش وقتك وياريت تعمل لك الفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد ويلا بينا اول حاجة نعملها هندخل على اعدادات الموبايل هندخل على الاعدادات بالشكل ده وبعدين هننزل تحت خالص هندور على التطبيقات وبعدين هندخل على ادارة التطبيقات عشان يجيب لنا كل التطبيقات اللي موجودة على الموبايل بتاعنا اول حاجة هتعملها انك هتمسكهم تطبيق وراء تطبيق هتبدأ تبص تشوف ايه التطبيق اللي انت شكك فيه او التطبيق اللي هو مادوش لازمة على الموبايل وهنبدأ نحزفه ليه لان في تطبيقات كتير بتكون تسبتت عن طريق الخطأ ممكن يعني مثلا اي حد ممكن يكون مسك الموبايل بتاعك او انت تكون سبتت التطبيق ده اا وانت مش واخب بالك فعشان كده هو ده اللي بيكون مسبب لك اعلانات كتير. فهنمشي خطوة خطوة مع بعض. اي تطبيق موجود هنا احنا ما بنستخدموش وتطبيق ما نعرفوش هنبدأ نحزفو. واي دي اول تطبيق قصدنا يا شباب هو تطبيق التطبيق ده من التطبيقات اللي هي بتعرض اعلانات كتير واللي هو بيوهمك ان هو ينظف الموبايل بتاعك ويخليه سريع. اما بالنسبة لبرامج دي ما فيش برنامج واحد فيهم بس بيعمل الكلام اللي هم بيوهموك بدا. ما فيش اي برامج من دي بتسرع التلفون بالعكس. البرامج دي بتكون عبقة على التلفون وبتقى للجهاز وبتجيب لك اعلامات كتير. فاحنا هندخل عليه ونمسحه دلوقتي. هندوس الغاء التثبيت. هنقول له موافق. ونكمل رحلتنا في البحث عن التطبيقات. ادي كمان تطبيق اهوت اسمه ماكس بوستر هندوس عليه. ونلغي تثبيته. اهوت مسح. هنكمل تاني. وادي تطبيق كمان اهوت. هندخل عليه. نلغي تثبيته. طيب تمام. دلوقتي تطبيق الشرقة يا شباب. ناس كتير برضو بتقعد تشتكي منه. ان هو بيجيب اشعارات كتير. وبالفعل هو بيجيب لنا اشعارات كتير. وبتقى للجهاز. وحتى الاشعارات اللي بيكون حتى فيها صور مش كويسة. فاحنا عايزين نرتاح من الموضوع دوت وما يجلناش اي اشعار تاني من الشرقة. ولكن احنا مش عايزين نلغي تثبيته. عشان خاطر احنا بنستخدمه. فاحنا هندخل عليه مع بعض دلوقتي. وبعد اينا هندخل على ادارة التدبيهات. هنلاقي هنا السماح بالاشعارات هتلاقيها مفاعلة. هندوس عليها. هنوقفها. وبكده مش هيجي لنا اي اشعار خالص في الموبايل بتاعنا من تطبيق الشير ات. بس تمام. انا اعتبر كل التطبيقات اللي موجودة دلوقتي. كلها تطبيقات انا عارفها وانا اللي منزلها بنفسي. طيب تمام فيه تطبيق كمان وهو تطبيق جوجل كروم. وده بيجيب لنا برضو اشعارات وبتكون اشعارات مزعجة. ومش حابين وجودها على الموبايل بتاعنا. هنعمل نفس الطريقة اللي عملناها على هندخل على جوجل كروم. وبعدين هندخل على ادارة التنبيهات. ونتأكد ان احنا قفلين الاشعارات. هي هتلاقيها موجودة معك كده لو بيجي لك اشعارات من جوجل كروم. اما لو انت مش عاوز الاشعارات فهتوقفها بالشكل ده. وبكده هتلاقي الموبايل بتاعك بقى خفيف. ما بيجي لكش اعلانات خالص. ما بيجي لكش اي اعلانات ولا اشعارات ولا كل الكلام ده. ولو في عندك اي سؤال تقدر تكتبهولي في التعليقات. وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت ممكن. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكون استفدتم من فيديو النهاردة. واشوفكم على خير ان شاء الله وبفيديو جديد مع السلام.